ستاربوكس بتسرح 2000 أو فيه احتماليا أنها تسرح 2000 موظف فيه مصادر كانت بتقول إن مجموعة الشائع اللي هي واخدها حقوق الملكية في الشرق الأوسط ودول الخليج وصحابة امتياز يعني ستاربوكس إن هي هتسرح 2000 موظف بسبب التضرر اللي حصل لها من المؤطعة زي ما احنا عارفين إن المؤطعة الفترة الأخيرة شملت حاجات كتير جدا وبرانز عالمية فهي الشركة كانت بتقول إن هي تضررت بسبب الموقف ده وقالت إن هي العدد ده بيمثل 4% من القوة العاملة للشركة اللي هو حوالي خمسين ألف موظف أو خمسين ألف شخص ده في الشرق الأوسط كله في الشرق الأوسط طبعا فهي بتقول إن خبر زي ده إن هو أدى لصعوبات كبيرة جدا لأن هم كانوا مضطرين عشان حملات المؤطعة خسرتهم فلوس كتير جدا فهم اضطروا آسفين إن هم ياخدوا خطوة زي دي فأنا عايز أقولك إن هو أخبار زي إن أنت في ناس أو برانز عالمية بتسرح موظفين ده مش أول مرة يطلع تلع على حاجات كتير جدا إن هي يا جماعة الناس دي أصلا بتتضرر لأن بيشغلوا ناس من أهل البلد فأنت الناس دي بارت من البزنس ده فأنت لما يحصل مؤطعة فالناس دي شغلها هيقف فبالتالي مش عارفوا يديهم فلوس أو حقهم يعني وبالتالي الناس دي هتضطر تمشي وده خلى فيه استراجل شوية إن فيه ناس كانت موافقة على المؤطعة وفيه ناس معارضة ليه فيه ناس كانت بتقول يا جماعة ده فيه ناس أصلا مصريين أو ناس عرب أو أيا كان جنسيتهم إيه شغلين في البرانز دي صح وفيه ناس تانية بتقول لا يا جماعة ده هما بيدعمهم وبيعملوا لهم بيقدموا مساعدات للكيان كيان السهيون يعني فهي دي بقى المشكلة هو ده لعامل الاستراجل ما بين الناس إن هو يا جماعة طب دول بيدعموا ولا لأ في نفس الوقت الناس بتتضرر من مواقف زي دي شغالين في المكان ده فده طبعا أنا بالنسبة للناس كلها ده حاجة صعبة الناس تمشي من شغالها بسعب حاجة زي دي بس في نفس الوقت يعني هو موضوع بصراحة صعب أنا مش عارف أحدد هو إيه بالزبط هو للأسف موضوع المقاطعة ده طول عمره كده بيجيب يعني توسايدة برضو الموضوع الناس بتنقسم عليه لنصين النص منهم بيكون شايف إنه إحنا لو إحنا ساهمنا بشارع أي حاجة من المنتجات دي أو من البرانز دي فإحنا بالشكل ده بنكون بنساعد أو بندعم إسرائيل إن هي تكمل القصف والضرب على أهلنا في فلسطين وجزء تاني كان شايف إنه يا جماعة البرانز اللي موجودة في مصر بتكون واخدة فرانشايز بس بيكون صاحبها بني آدم مصري بالزبط والشجارين فيها مصريين بالزبط وكل اللي شجارين فيها مصريين فبالتالي إحنا كده بنقذي برضو ولاد بلدنا وبنقذي اقتصاد بلدنا علشان دول في الأول وفي الآخر مستثمرين موجودين يعني يشتغلوا في مصر فلما إحنا نقاطع حاجة زي دي أي نعم إحنا بنبوست اللوكل برودوكشن إن إحنا بالشكل ده بنساهم أكتر فإن إحنا نشتري منتجات مصرية وبطبعا بنبلد أوارنس جامد جدا عنها كمان بس في جزء كبير برضو ما ينفعش إن إحنا نهملو وخايف النتيجة لناس كتير اقترت إن هي خلاص هتتفرح من شغلها وهتفقد شغلها نتهم بس عارف يعني هو ربنا بيرزق فهي الناس بتقول إنه عمتا ده طالما حاجة حصلت زي كده وفيه ناس أصلا من اللي شغالين بيمشوا من نفسهم وهم بيكونوا من الناس اللي هي بالدعم المؤطعة فهم كمان بيمشوا من نفسهم وبيلك إحنا هنشوف أي حاجة تانية وزي ما أنت قلت هو ده رزق في الأول في الآخر وربنا هيكرمنا فهي الناس بس بتفكر شوية إنه هو طب أنت ممكن لما تمشي ما تلاقيش فرصة تانية أو ما تلاقيش شغل فهي الناس بتتكلم على البوينت دي فيعني هي الفكرة مفهز صحة وغلب برضو زي ما قلتلك هو الموضوع بس الناس بتحاول على قد ما تقدر إن هي تدعم وبس في نفس الوقت ما تخسرش شغلها أو ما تقزيش نفسها برضو فلو فيه فرصة تانية لهم أكيد هم بيبقواوا الناس بيمشوا من نفسهم بيروحوا وبيكملوا هم مع نفسهم وفيه الناس أصلا بتخلالهم فرص عمل مختلفة تانية عشان ما قدروش بس إن هم تباحتهم ما فيش شغل فيها ففيه ناس بتحاول تساعد برضو في موضوع زي ده اللي هو أنت خلاص فيه ناس مشت خلاص إحنا لقيلك مثلا لو فيه منتج محلي أو فيه ناس بيبقوا محتاجين حد من اللي شغالين في حاجات المصرية فبيجيبوهم عادي فهو الموضوع يعني الناس بتحاول أقدم وتقدر نهاية دعم بس في نفس الوقت يعني تساعد الناس اللي هي خاصة شغلها بساعد موضوع الموضوع هل نقول كمان أن مونة الزهاوي عندها يعني كلام كتير جدا بتقوله يا مونة إحنا عايزين نقولك إن إحنا بنحب جدا إن إحنا نسمع فيدباك كل الأودينس أو كل مشاهدينا لو عندك أي فيدباك إن إحنا إزاي نقدر إن إحنا نطور من الشو أو نطور من القنت بتاعنا بشكل عام يريد تقولنا في التعليقات وإحنا أكيد هنشوفها وهننفذ كل طلباتكم